موسيقى اهلا ومرحبا بكم مشاهدين العزاء في تغطية اخرى لستوديو المصر وعمليات قادمون يانينة ونبتدئها كالمعتاد باخر التطورات في ميدان المعركة والتي يطلعون عليها زميلنا منافع الشمالي مراسل المداء الفضائية من خلال هذا التقليد لم يقتصر عمل الجيش العراقي وباقي الصنوف الامنية على تحرير الارض من عصابات داعش الارهابية بل اقترن معه الجانب الانساني في تحرير العوائل من قبضتهم وإيصالهم الى المناطق المخصصة لإيواء النازحين كاميرا المدى تعايشت مع القوات الامنية اثناء اخلاء اكثر من 500 نازح من الاحياء الجامعة والنور والتأمين ونقلهم الى بر الامان احنا مستمرين بالعمل لإخلال العوائل النازحة واليوم كما تلاحظون نقلنا حوالي 500 عائلة لنزحهم من احيان الموصل المحررة وننقلهم عن طريق اما المخيم حسن شامي والعوائل اللي كانت يستخدمونها كدوعة بشرية الى مخيم القيارة مخيم الجدعة العفو ذو من مناطق حمام العلي للشورة صور انسانية كثيرة جسدتها القوات الامنية مع النازحين بعضها يفوق الوصف حيث يتناقل الناجون قصصا عن دور القوات الامنية في سبيل اخلاء العوائل وتخليصها والبعض الاخر يتقاسم معهم طعامه وشرابه وهذه القصص نادرا ما تجدها في اي جيش في العالم مصطلحات ومسميات ضد الجيش العراقي كانت دواعش يبثونها بين المواطنين لمنعهم من الهرب والبقاء تحت سطوتهم مستغلين العزلة الاعلامية التي فرضوها عليهم باسم الدين لكن العوائل التي وصلت صوب القوات الامنية اكتشف كذب وزيف الارهابيين كله حكيهم غلط وما اكو هاك الشي والله نحن غشعنا الجيش وغشعنا فوتتم علينا وامينين وبيوتنا يعني فتحناها اللهم وطلعنا من البيت من اجلم هين بس يرتاحون هين سيطروا على المكان وان شاء الله رب العالمين هو ارحم الراحمين يحرسم ويحميهم والله يحفظهم ونحن كثير غفوحنا بجييتهم والله تعاملهم ما اكو منه والله الحمد لله بعكس ما كانوا يحكونوا وسمعنا بس لا والله من تجي الحقيقة ماكو الحمد لله والشكر الله يحرسم ويحميهم ويحفظهم عملية اخلاء النازحين اثناء اشتباكات العمليات العسكرية تعد من اعقد المهام الموكلة بالقوات الامنية العراقية الى جانب تحرير الارض من عصابة داعش حيث يتصدر ملف السلامة المدنيين من الموصل مناف الشمالي قناة المدى شكرا لزميل مناف الشمالي على هذا التقرير وللمزيد اكثر احبتي المشاهدين على اخر التطورات ينضم الينا عبر الهاتف مراسل المدى الفضائية من محافظة الهوى مناف الشمالي اهلا ومحمد بك مناف نعم تحية لكم ولمشاهدين المدى منافذنا في الصورة ما هي اخر التطورات في ميدان المعركة سواء بالجانب العسكري او بالجانب الانساني نعم نتحدث الى جانب العسكري العمليات المتواصلة في مركز مكية الموصل من قبل جميع قوات الامنية العراقية نتحدث الى جانب العسكري تحديدا في شرق الموصل الذي تقودها قوات جهاز مقاصعة الهاتف بعد اجتمال مرحلة الاولى بدأت مرحلة الثانية لعمليات العسكرية تحرير حي فلاح الاولى والثالث لما المدى مشاركة في هذه التحرير يوم امد مع القادة العسكري في داخل مركز مدية الموصل عاليا بدأت العمليات العسكري لتحرير احياء كل من المثنى وحي البلدات من قبل قوات خاصة جهاز مقاصعة ارهاب الهاتف التي تقودها قائد عمليات الهاتف الخاصة صادم البرواري وبدأت العمليات حاليا عمليات مستمرة في حي المثنى وحي البلديات وحي الجامعة العمليات مستمرة من قبل جهاز مقاصعة ارهاب اجلاء لاثمية عائلة محاصرة لدى عصابات داعش لرهاب هناك تنسيخ مشترك ما بينه ثلاث محاور للعمليات العسكرية فقط في 11 التي تقودها في محور الشمالي العمليات وحاليا مستمرة ثلاث مركز مكيس الموصل التي تقودها فقط في طاعة الجيش العراقي نتحدث إلى محور محور الجنوب الشرق بعد وصول فقطين عسكرتين تابع لقيادة الشرطة الاتحادية استعادة من فقط تاشح المدرح استمال استعدادات لتحرير ما تبقى من الجنوب الشرق تحديدا الأحياء الوحدة وحلي سومر هناك استعدادات واسعة لتحرير الأحياء المذكورة فقط الإشاءة من قبل قائل العامل قوات المسلح عمليات المشتركة يكون وجوه واسع لوصولهم إلى جسر الرابع مشهور لدى هالي الموصل تزامنا مع تقدم من قبل قوات حج الشعب في جانب الغرب بديه الموصل تحديدا القرى تابع لناحية العصة التي تم تحريرها يوم عامل سبع قوات حاليا قوات حج الشعبي التي تبعث على ناحية المحل وقضاء تلعفر سواء سبع كيلومترات هناك وصول قوات حج الشعبي وفرق الخمس فاعش جيش العراقي وحشوط سعبية من أبناء تلعفر يكون اقتحام مركز قضاء تلعفر حسب القادة المجتمعية في نحور الغرب لأن حج الشعبي ليس يشارك في تحرير مركز حضار بالنحمر حتى قرار قائل العامل قوات المسلحة نعم نعم من أف ماذا عن الجانب الإنساني استطلعنا وطلعنا من خلال تقرير قبل قليل على النازحين وأوضاعهم في المخيمات اليوم هل هناك بدائل لتوفير التدفئة في بصل الشتاء ومقاومة درجات الحرارة المنخفضة هل تم توفير الوقود للعوائل في المخيمات وكذلك من باقي في بيوتهم بالمناطق المحررة من الساحل الأيسر لا فاطني أذكر هناك قصص كثيف من قبل طواران جيش العراقي على المركز بديه في الموصف على المقارات عصابات داعش الارهابي اليوم تم قصص ثلاث مقارات لعصابات داعش الارهابي تدمير ثلاث مقارات بالكامل ومقتل أكثر من تبعة تاعش داعش بحسب التصريح لقائل عبد الله يا الله عبد الأمير يا الله عطل نتحدث إلى جانب الإساني ومعانات نازحين أنتم تعرفون موصل مشهور أم الربيعين التي تواجه برد القاصة لأبناء مدية الموصل وصول أكثر من سبعة تاعش تاعش محملة بن أصطر الأبيض إلى أحياء المحررة كل من حي القادسية الأولى والثانية والسماح الأولى والثانية وحي المتنى وحي البكر وحي السدام هناك التوزيع المستمر من المشتقات المشتقات نقصية كوان الغاز أو نص الأبيض لعالم مدية الموصل بعد حرمانهم عامين وتكتشهر نتحدث إلى مخيمات النازحين التي وصل رقم حسب التصريح لدير الهجرة والرئيس رجلة ميغاطة وصول أكثر من ألف سبعة ثلاث عائلة نازحة إلى مخيمات النازحين مخيم حساس وخازر وجدع ومخيم دلقان هناك جهود حديثة من قبل منظمات الدولة ووزارة الهجرة والماجرين للتقديم أفضل الخدمات للنازحين هناك توزيع يوميا نفط الأبيض كل عائلة يستدم ميك نتر مجالي من قبل حكومة الاتحادية بالتيسيق مع حكومة تقليل كردستان لاستقبال عشرات العوارض وراثة تشكيل نجدة من قبل وزارتين الصحة في بغداد وأربيل لمعالجة المصابين جرحة جرحة عمليات العسكري وقصت عليها من قبل أصابات باعش وراء تم نقلهم من التشفيات داخل مدية العربين اليوم نازح المصلي في مخيمات النزوف منتاح في مخيمات حسب جوالنا في عدد من المخيمات لأن هناك الجهود مبزولة من قبل منظمات الدولية لتقديم أفضل المساعدات للنازحين أكثر من مية وستة عشر منظمة الدولية يقدم مساعدات بالتنسيق مع أمم المتحدة وحكومة الاتحادية ووزارة الإجراء ووزارة النفط ووزارة الصحاب طيب مناف هناك أنباء صباح هذا اليوم التقت قوات الحجد الشعبي في المحور الجنوبي مع قوات الحجد الشعبي في المحور الشمالي لمدينة تلعفر ما مدى صحة هذه المعلومات نعم بعد تحرير ناحية التلعفة التي تربط بين منطقتين مركز طبعة تلعفر قوات حجد الشعبي جناح العسكري البدر إلى كتائف سيد السوهدا في جانب الجنوبي التي تقودها في محور الحضر تحديدا اليوم التقت قوات حجد الشعبي في هذه المفرة التي تربط بين قضاءة اللحفر وقضاء الحضر وناحية المحل التي يكون تنسيق مشترك لتحرير ما تبقى من القرى السكانية طابعة لقضاء اللحفر يكون هناك تنسيق مشترك لإجتم هجوم على عصابات داعش في هذه المحور لأنكم تعرفون المنطقة وعرة جدا يوجد اكتلال في هذه المنطقة عصابات داعش اتخذت كثير من المناطق الاتقلالية لضرب قوات حج الشعبي هناك قصص مستمر على قوات حج الشعبي من قبل عصابات داعش رهابط في هاورات وراجمات من قبلهم يوم عام التعديد في الليل وناطق الشهداء والزرحة في قضو قوات حج الشعبي شكرا جزيلا لك منافع الشمالي مراسل المدى الفضائية في محافظة نينا وللمزيد احبتي شاهدين تخطينا ان نستضيف اللواء الركن المتقاعد خالد البياتي من مركز النهرين للدراسات الستراتيجية اهلا ومرحبا بك سيادة اللواء اهلا وسهلا نبتدأ من الحدث الابرز والذي كان يوم امس زيارة الدكتور العبادي او الامس زيارة الدكتور العبادي الى حمام العليل ومن ثم من بعد ذلك قال وقام بتوجيه باعادة النظر مرة اخرى بالعمليات العسكرية التي جرت اثناء تحرير الموصل منذ البداية وكذلك الخطط المستقبلية لعادة تحرير الموصل ما الذي يعنيه اليوم الدكتور العبادي باعادة النظر ولماذا في هذه المرحلة بالذات نحتاج لاعادة النظر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم على مشاهديك الكرام وعليكم السلام بالبداية لابد نقول نحن بحاجة الى مراجعة الخطط العسكرية ووضع اهداف عملية قادمون يا لينوان كأولوية أولى وأسبقية في إنجاز هذه المهمة لا إضافة الى ذلك يجب إعادة تدقيق المناطق المطهرة أمنية لاحقا تقييم ما بعد الحدث مهم جدا للعمليات العسكرية الجارية في الموصل لأنه تحليل مسرح العمليات وتوجيه القائد العام القوات المسرح بتحديث هذا المسرح وإعادة تصميم المعركة وخططه جاء بناء على المتغيرات البيئية اللي موجودة في منطقة العمل ووفق المعطيات الحالية من تهديدات ووجود السكان والحفاظ على البنية التحتية نقطة مهمة لابد أن نتطرق لها أنه أمن القطعات مهم جدا ويزداد هذا الأمن خصوصا في المناطق المبنية لكون المناطق المبنية قد تشكل موانع في تقدم هذه القطعات منها مفارز التعويق منها مصائد المغفلين منها الدور المفخخة والعجلات المفخخة وهذه كلها تؤدي بالتالي إلى زعزعة أمن القطعات أي نار تنفتح على القطعة راح يفرأ أمر القطعة أن يتوقف وينفتح ويحدد مصادر النيران ويعالج العبوة أو يعالج العجلات المفخخة هذه كلها تأثر على التوقيتات وبنفس الوقت تأثر على اندفاع القطعات إلى الأمام وحصول على مواطئ القدم في الأحياء هذه كل الأمور تطلب من عندنا جميعا أن نساند القوات المسلحة العراقية بمختلف صنوفها ونبتعد عن الخلافات السياسية الجارية حاليا ويكون همنا الأساسي هو كيفية تطهير هذه المناطق من البؤرة الإرهابية وتحقيق الهدف لهذه القطعات زيارة القائد العام للقوات المسلحة إلى موقع قيادة عمليات قادمون هي رسالة واضحة للقادة والآميرين وهي آت الركن في المستويات العليا إنهم يجب أن يراجعوا المشورة التي يقدمونها وخصوصا على هيئات الركن يقدمها للقادة على ضوء المعطيات في بيئة العمل ودراسة مسلح العمليات من جديد لأنه هناك مواقف تستجد أثناء العمليات العسكرية ويجب الحفاظ على المنجز العسكري وعدم وعدم وضع القطعات في مغامرات عسكرية غير مسؤولة هي هذه التي أكد عليها السيد القائد العام للقوات تحديد وتعديل الخطط يعني حسب ما سمعنا حسب المراسل قناة حالية أنه رح يكون تعزيز للقطعات إعادة معرفة وتحديد المهام لمحاور الموكلة للقطعات المشتركة ما هي القطعات الملحقة ما هي القطعات المفرزة تأمين الإسناد الجوي والناري واللوجستي تقريب مناطق التموين والإدامة لأن نكون في مناطق أمينة وقريبة خصوصا من مناطق جمع الخسائر والتعويض وباقي معطيات المعركة لأن المعركة صار لها أكثر من شهرين وصار تقدم أكثر فمناطق الإمداد ولها صارت بعيدة يضطر القائد في هذه الحالة أن يحرك لكن يجب أن يحتاج إلى أن يأمن لها أماكن أمينة محصنة لغرض إدامة القطاعات هنا لابد أن أأكد على مسألة ضرورية جدا والتي هي برزت في زيارة القائد العام هي وحدة القيادة وحدة القيادة والسيطرة المهمة جدا في قيادة هذه التشكيلات من منابع مختلفة والتي هي كلها تصوف في منظومة الأمن العراقي هذه القيادة الموحدة غرضها التنسيق بين هذه القطاعات ودفع العمليات المشتركة للأمام بأكثر من التلاحم والتآجر ووصولا إلى الهدف سيادة النواء للبعض فسر دعوة رئيس الوزراء إلى إعادة النظر بالعمليات العسكرية أن العمليات العسكرية وصلت إلى طريق شبه مزدود خصوصا مع التباطئ بالفترة الأخيرة بالتقدم وتحرير بعض المناطق والقرى حدثني عن التوقيتات هل بالفعل وصلنا إلى طريق مزدود هل هذا التباطئ مبرر وفق السياق العسكرية أم أننا نواجه مقاومة شرسة من تنظيمات داعش الأرهابية هل هذا التفسير لكلمة إعادة النظر التي قالها رئيس الوزراء تفسير بأنه وصلنا إلى طريق مزدود هل بالفعل هذا التفسير واقعي ومنطقي واليوم نحن وصلنا في بعض المحاور إلى طريق مزدود ينبغي إيجاد طرق بديلة لإقتحام بعض المناطق أنا أختلف مع هذا المنطق لأنه بالعلم العسكري خطط العسكرية دائما تكون مرنة وقابلة للتغيير فيه حسب الحاجة وبيئة العمل ومسرح العمليات لأكد عليه السيدة القائد العام للقوات المسلحة أنه يجب أن نحدثها بخطط أكثر جراءة واستخدام أسلحة متطورة جديدة وصلت إلى العراق كان هناك تدريب عليها ستزج لاحقا في مسرح العمليات هذا رح ينتهي زخم كبير للقطع القتال بالمناطق المبنية قتال يحتاج إلى تكتيك خاص هو يختلف عن القتال في المناطق المفتوحة يعني القتال في المناطق المفتوحة تقدر تستخدم المعدات العسكرية والثقيلة والمتوسطة وتناور بيها وتتخطي بعض المناطق وتعمل طوق وإحاطة لبعض المناطق أما بالمناطق المبنية تختلف هنا القتال رح يكون من بيت إلى بيت من حارة إلى حارة وحتى على مستوى غرف البيت داخل رح يصبح تحتاج هنا إلى تكتيكات وإلى تدريب راقي في عملية تطهير هذه المساحات وقضمها تدريجيا لتأمين القطعات الموجودة بالخلف نحن في الحقيقة جهاز مكافحة الإرهاب عنده تدريب راقي ويعتبر من القطعات القوية والمهمة في العالم وأثبت جدارته على مستوى العالم ديقات القتال تكتيكي ومهني جدا عالي في بعض الأحيان يطلب بالتكتيك أنه نفسح المجال أو ننطف الثغرة لهروب العدو من عدل هذه الثغرة تستخدم في المناطق المبنية حتى نأمن تقدم القطعات وبنفس الوقت نسوق العدو بالتجاهات يختارها القائد لاحقا لمشاغلتهم وتدميرهم بنفس الوقت مطلوب من عدنا أن نفتح محاور جديدة وبصور غير تقليدية غير نمطية تشوف جناب مراسلكم قبل شوي قال أنه قيادة عمليات القوات الخاصة قيادة اللواء برواري بدأ بعمليات عسكية في مناطق مختلفة يعني نحن هنا مطلوب من عدنا أن نستثمر القتال ما خلف العدو وهذه بالعمليات الخاصة أنه تجي مجموعات تنزل في قطاعات بقطاعات خلف قطاعات العدو لوقت معدود ورأسا تنسح بهذه القطاعات أيضا في وقت معلوم تسوي عملية أرباق للموضع الدفاعي أو لدفاعات العدو الموجودة هناك و بنفس الوقت تخلي العدو يفكر بأنه في أي لحظة يظهر تظهر للقوات العراقية من أي موقع فهذا هسا هو النمط الذي ينبغي أن تأخذ القطاعات حتى تحدث من عمليات حتى لنوصل للرأي الذي قال أنه العمليات وفصلت إلى طريق مزدود أو طباط لا بالعكس العمليات تتمشي وفق خطة مرسومة معدد من توقيتات يعني أنا أتعجب يعني أقول أن هناك من يقول أنه التوقيتات وهناك من يقول أنه حددها القائد العام وأعتقد هذا مضمون سؤاله نعم هناك حتى من يقول أن التحالف الدولي هو من يحدد التوقيتات التوقيتات يحددها القائد العراقي والقطع العراقية وخطة العراقية التي وضعت من هيئات الرقم العراقية هذه التوقيتات تنبني على على خلينا نقول عاملين أساسين العامل الأول هو الخطط التي تضعها وسير العمليات والعامل الثاني التوقيت الذي يؤمر بالقائد الميداني بعد أن أخذ مشهورة القائد الأعلى في الشروع بالعملية العامل الأول سير العمليات هذا يعتمد على حجم القطعات الملحقة والمفرزة تيسر الدعم اللوجستي موارد القوى الجوية والقوى النارية حجم القطعات المعادية الموجودة في الجهة المقابلة فكل هذه المعطيات ومعطيات أخرى ترسمها الخطة العسكرية هذه الخطة العسكرية التي تهيئلها القطعات ستتقدم مفق جدول زمني ويصير عندها خطوط شروع متعددة أنه أنا أصل بالصفحة الأولى إلى الهدف أليف إلي وقت لازم أن أصل هذي أي تلك بهذا الوقت سيأخر القطة وأي تقدم ضمن التوقيتات سيجعلني أتهيئ للصفحة الثانية في بعض الأحيان قد يصير والتي صارت عندنا في بداية المعارضة أنه التوقيتات صار اندفاع القطعات بشكل شريع قلص من التوقيتات الموجودة هنا القطعات استثمرت الوقت واستثمرت الوجود واندفعت للأمام لغرض تحقيق أكثر ما يمكن من الإنجازات العسكرية بس هنا لجب أن نبه على حالة معينة أنه القطعات قد تندفع وتحصل قدم في مكان وتستثمر الفوز يعني قد يكون هذا فض مصيدة كماشة للقطعات وبعدين بالعمليات التقليدية هاي الكماشة قد يعمل القائد في مسلكين يأما يفتح القوق أو يدافع بصفة العقدة وإلى حين أن ينفق عليه تجي الإمدال أما بالعمليات القتال في المناطق المبنية إذا القطاعات لا سمح الله دخلت فيه محور قد تتشدد القوة لأنه ستتبعثر القوة باتجاهات مختلفة ومن الصعب لملمتها وإحنا نهارية ما ستبقى نعم وبهيش حال سنحتاج إلى وقد أكثر وهنا سيصر علينا العلامة الاستفام لماذا تستمر هذه التوقيتات لمدر التوقيتات تحددها سير العمليات مسرح العمليات وهيئة الركون ومتخذ القرار الذي هو القائد العام القوة المسلحة هو القائد الميداني طيب سيادة اللواء أكون استراتيجية محددة بحرب الشوارع واقتحام المناطق المبنية بالإضافة إلى هذه استراتيجية أكون نوعية أسلحة معينة أيضا تستخدم فقط في القتال بالمدن وما بين الأبنية وحرب الشوارع والعصابات كما يسمونها ما نوعية الأسلحة التي يمكن أن تستخدم اليوم خصوصا عند توغل قطعاتنا العسكرية بعمق المدينة أو مركز مدينة الموصل والله التكتيك الموجود بالقتالات الخاصة أو القتالات المبنية هي دائما تستخدم الأسلحة الخفيفة وإضافة إلى الرموانات اليدوية وقاذفات الـ RPG7 التي هي دائما تستخدم لفتح فتغرة في جدارة أو كذا التكتيك الآن في العمليات القتالات المناطق يعتمد بالدجرة الأولى على الاستخبارات عدنا نوعين من الاستخبارات الاستخبارات المصدر البشري واستخبارات التكنولوجيا نعم الحقيقة نحن بدأت قطاعاتنا تستخدم الاستخبارات التكنولوجيا بشكل يعني ملفت للنظر وبدليل أنه الضربات التي تكون من القوة الجوية سواء كانت من الطيران العراقي البطل وقيادة طيران الجيش ومن قوات التحالف تجي بأهداف دقيقة مبنية على الاستخبارات الإلكترونية أما الاستخبارات العنصر البشري فهذا نقدر نحصل من الأخوان الذين نسعون في معسكرات يصير عملية الحصول على المعلومات واستنطاقهم للمعرفة ما يدور في المكان الذي ينسعون من عنده لغرض تعديل الخطأ تعزيز القطاعات الأمامية سيادة لها بالحديث عن المدنيين النازحين والاستخلاص المعلومات منهم والاستفسار والتحقيق البعض يعتبر أن هذه انتهاكات في حق المدنيين وحقوق الإنسان نحن اليوم القوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها هل هي مدربة للحفاظ على حياة المدنيين وعلى كرامتهم والتعامل معهم بالأسلوب الصحية وفق الاتفاقات الدولية التي تضمن هذا الشيء هل فعلا عملية التحقيق أو الحصول على معلومات استخبارية ممكن من النازحين والمدنيين يعتبر انتهاك بحقوق أنا أشكلك على هذا السؤال لأنه يجب أن يعرف الجميع أن التدريب مهم جدا للقطعات والتدريب من أهم الأمور التي تأخذها القيادات بالمستوى العالي لرغض صاحة المعركة أو المهمة بقطعات مدربة وتدريب راقي والتدريب أيضا يقلل من الخسائر بالأشخاص وبالمعدات وأيضا يعطينا الاستخدام الأمثل للمعدة سوى على الخواص الفنية أو الخواص التعبوية عندما بدأت العملية تهيئة تحليل الموصل اتجهت القيادة العسكرية في قطعات الجيش على تهيئة قطعات خاصة لهذه المهمة وبالتعاون مع التحالف الدولي بدأت عملية تدريب على كيفية استخدام الأسلحة وكيفية القتال بين مناطق المدنية وإلى آخره لكن أضيف إلى هذا التدريب تدريب جديد هو تدريب على كيفية التعامل مع المدني أو الأشخاص الذين يقعون في وسط العمليات العسكرية العراق عند التزام بتطبيق قافة المعاهدات الدولية والاتفاقيات ومنها معاهدات جينيفا الأربعة والبروتوكول الأول والبروتوكول الثاني ومعاهدات الأخرى الخاصة بها بالاتجاه وبما أنه العراق ملتزم بهذا الاتجاه تم تنفيذ برنامج تدريبي على هذه القطعات اللي موجودة كانت مهيئة لتدريب تحيير الموصف على كيفية تطبيق القانون الدولي الإنساني في النزاع هذا القانون به ثلاث مبادئ أساسية الضرورة العسكرية والتعامل الإنساني والتناسب بين الضرورة العسكرية والتعامل الإنساني بمعنى أنه لما تبدأ القطعات بتجييل الأهداف سواء كانت في أهداف المدفعية أو أهداف القوة الجوية يجب أن يراعي هذه الثلاث مبادئ مبدأ التناسب بين الضرورة العسكرية والضرورة الإنسانية هل الهدف إلى بعد استراتيجي عسكري بضربة هل رح يأثر على المدنيين ما هو النتائج من هذا الهدف هذا التدريب تدريب راقي بمعايير دولية وأخذتها القطعات لذلك أنت تشوف قبل شوي عرض في برنامجك أنه كيفية تعامل هذه القطعات مع المدنيين هذا التعامل إلى خصوصية نحن في معركة الرمادي ومعركة الفلوجة والآن في معركة الموصل تعرف القطعات تأخذ الدروس المستمطة من معركة فالدروس المستمطة من معركة الفلوجة ومعركة الأنبار جب بدينا نطبقها ونستفاد منها في معركة تحرير الموصل بإنشاء مع عسكرات الإيواء بتنظيم العمل مع الجهات ذات العلاقة بتحديد المناطق اللي يعني أنا برأيي ما أقول المناطق الآمنة لأنها قد تكون آمنة من جهتنا بس غير آمنة من 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 الأرهابيين بس تحديد المسارات أو المحاورة التي تخرجون من عدها المدنيين باتجاه المناطق الآمنة وبالتالي سيوجهون إلى مجمعات هاي المجمعات تبدأ القوات الأمنية بتدقيق المعلومات لأنه تعرف قاعدة بيانات خاصة عد القوات الاستقبارية القوات الأمنية لأنه داعش قد أو الإرهابيين قد يحصل على موطأ قدم وملاذ آمن باللجوء والتغلغل ضمن هذه وتسلل معهم وتسلل معهم وصارت خلال أحد الإرهابيين فجر نفسه على مجموعة من الأبطال من قوات مكافحة الإرهاب أثناء أخلاءهم بعض العوائل وطلب مي جاب للجندي مي وفجر نفسه أمام الجندي لأنه يقدم له مساعدة وبكل يعني إنسانية ومتجاوز كل الاعتبارات الأخرى بأنه هذا يجب أن يتقدم له هذا من يجي يجي من التدريب الذي أخذه هذا الجندي في مناطق التدريب فالعراق ينفذ التزامات الدولية في عملية تدريب القطعات بالحفاظ على المدنيين داخل العمليات العسكرية أو أثناء العمليات العسكرية وهذا ما أكد القائد العام قوات المسلحة في بداية المعركة أنه يجب أن يكون هناك حماية للمدنيين وللبنية التحتية طبعا البنية التحتية يكون على رأس الأرم هو الإنسان يجب أن نحافظ على هذا الإنسان وبنيت التحتية لذلك تشوف أنه لما صدرة الأوامر أو التوجيه والمنشورات التي أطلقتها القيادات العسكرية أنه يلمدنيين أبقوا فيهم أمانكم ولا تغادروها هذا حتى نحقق محور إن أساسي نتحظ الإدعاءات الكاذبة بأن القطاعات ستتبيح بالممتلكات وتأثر على المواطنين وبنفس الوقت يبقى المواطن محافظ على كيانة ومكانة وبدون اللجوء إلى المناطق الإيواء والنازحين ستسألني تقول أنه النازحين يمرون بالتحقيق واستخلاص معلومة استخبارية مو بس النازحين يعانون من قلة المقانيات الغباعية هذا يجي سبب أنه المنظمات المجتمع المدنية عدم تنسيقها والقطاعات الأمنية باعتبار منظمات مجتمع المدنية فتجيب مساعداتها وتجيبها إلى مناطق قريبة ومعدها المعلومات عن عدد الأشخاص أو عدد العوالي الموجود فعلى سبيل المثال من يجي جايب له مثلا ألف سلة والموجود ألفين أو ثلاث تالات فرح يصير قصور ورح يصير عتب وهذا تتطي مردود غير صحيح على ما تقوم بالدولة من إجراءات وخطط وضعت لهذا الغرض في عملية تأمين المواد الغفائية وتأمين مشتقات الطاقة وشفت أنه مراسل قرر قليل أنه قال هناك عجلات محملة بالنفط الأبيض وبالقاز متجهة باتجاه المناطق المحررة لغرض توزيعها بالوقت هذا لكن مع ذلك المناطق المحررة خلال يومين الماضيين خصوصا نتعاني من قصف بالهاوانات من قبل تنظيم داعش الإرهابي كيف يمكن أن نضع حد لهذه الضربات والله الحقيقة يعني رأيي الشخصي أنه المواطن الشجاع في الموصل يتحمل الكثير وخلي يتحمل لأنه هذول يضربون هذه المناطق باعتبار أنه هذول موالين للدولة وطلعوا عن طور ما يسمى بدولتهم فالمواطن الشجاع اللي باقي في بيته هو أكبر رسالة يطيها للإرهابيين بأنه باقي في وطنه وباقي في البيت والوطن باقي في بيته وما يهتز لهذه الضربات لأنه هذا مجرد يعني بالعلم العسكري يسمونها نارس عاج قد تضع قمبرتين هنا أو قمبرتين هناك بس هذا ما يثني أنه الهدف الأساسي هو لكن سيادة الواب قال المدنيين في بيوتهم ما سيشكل عبئ على القوات المقاتلة والعمليات العسكرية الدائرة هناك يعني بهتشحال يعني لازم ينحط بالحسبان وجود مدني بالمنطقة بينما لو كانت خالية راح تيصر مقادة العسكرية الآن نجد لك نحن نستفاد من دروس مستمرد أنت من تخلي الشكان و أي شخص راح جعل بيته راح يتهم القوات الأمنية أنه بعثرت يعني انتهاكات للممتلكات الشخصية بس بقاء في بيته يؤمن أنه لا يرح يروح لمراكز إيوا ولا راح يصير نازح عن منطقة وحتى لا تغير كوبغرافية التشابك الاجتماعي يعني هذا ما راح يطلع بيته ما راح يقدر يرجع اللي يقول لك أنا أرجع على شنو راح يجي ألقي مهدم أو يجي مسروق ألقي محروف بينهم هو قاعد بمحافظة عليه بدليل أنه أنت الإرهابيين طلبوا من عدد عوائل أنه يخلون بيوتهم حتى يطوها كمقرات هذه رفوا واستخدموا معهم العنف الإرهابيين في سبيل أنه يحصون على هاي الأماكن يعتبروها مناطق إزعاج للقطعات أو مناطق التعويق للقطعات أو وضع بها بعض القناصين لغرب تأخير تقدم القطعات أنا برأي البقاء في المكان هو أسلم وأأمن للمواطن والقطعات تحاول جاهدة بل وهي من صميم مواجباتها الحفاظ عليها وتأمين خدماتها بدليل أنه قوات مقافحة الإرهاب أخلت من الجرحة وعالجت من المرضى في وحدات الميادين الطبية المرافقة إلها قدمت المياه الصالحة للشروب وحتى يعني 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 قد تكون مبالغ تقاسم وجبات الغذاء التي ترسلهم من المناطق الإدامة مع الناس الموجودين في المنطقة اللي هم موجودين بها لحتى يعززون هذا التعامل واستقبال المواطنين للجيش والمؤسسة الأمنية خير دليل على تلاحم الشعب مع القوات المساعدة والخروج والخلاص من داعش يعني 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 نحن القطعات هس يعني يعني أنا في رأيي يجب أن هيئات الركن تفكر من الآن عملية إشراك القوات الخاصة وتعزز بقوات النخبة من الشرطة الاتحادية وقوات النخبة من الحجد الشعبي في القيام بعمليات نوعية في مناطقه وانتخبة لأرباك العدو حتى نقدر نحن نوصل بالتوقيتات اللي موجودة في عقل وتفكير القائد وضمن التوقيتات المرسومة بالخطة الحسكية رح نستكمل أكثر لكن نذهب إلى هذا الفصل أعزائنا ونبعد راجع لكم وخليكم معنا رحب بكم مجددا أعزائنا المشاهدين نستكمل معكم من جزء الأول من حوالنا لهذا اليوم الرحمن مرة أخرى باللواء الرقم المتقاعد خالد البياتي مجددا أهلا ومرحبا بكم أهلا بدينا العمليات العسكرية قادرون يانينا وكان فصل الشتاء بعده هينوا شوية يوم بعد يوم الأحوال الجوية بدأت تكون أكثر قساوة يعني في بغداد فكيف تكون بالمنطقة الشمالية وبالموصل يعني الضباق وأمطار ودرجات حرارة من خفضة تأثر على المقاتلين وحتى على العوائل والمدنيين الموجودين هناك تأثير الظروف الجوية وأحوال الطقس كيف يكون على المعركة وانعكاساتها سيادة اليوم الحقيقة احنا ذكرنا في حديث سابق أنه التدريب مهم جدا للقطاعات نعم وعليه القطاعات متدربة للعمل في كافة الظروف سوى كانت ظروف تقص حار تقص بارد أمطار فالقطاعات مدربة للعمل وأيضا استخدامات الفنية للسلاح أيضا بها مهارات استخدام في هذه الظروف في عرض درجة حرارة تحت الصفر أكثر من الدرجة الميوية فكيف يتعامل مستخدم السلاح مع هذا السلاح بالخواص الفنية الظروف الجوية بشكل العام لا تؤثر على عمل القطاعات لكن تؤثر على المدنيين تؤثر عملهم بشكل خاص في مناطق النزوع لأنه الأمطار الكثيفة وانكفاض درجات الحرارة وهي خيمة خيمة يعني أين ما تحكمها فتفقد من درجة الحرارة وممكن لاحظت جنابك أنه صارت حوادث حريق و وفاة بعض الأطفال نتيجة رضاعة الجو نحن لجنا نأكد أنه يبقى المواطن في بيته لأنه هو مكيف نفسه على كيفية التعامل مع الظروف الجوية والموصليون مشهورين أنه دائما يحسبون للتوقيتات التي يكون بها صعوبة العيش فبقائهم في الدور يأمن لهم كثير من مساوئ التقص بالنسبة للقطاعات القطاعات هي مدربة نعم والقطاعات حدها سياقات عمل بالظروف الجوية الغير اعتيادية كيف تعمل وكيف تدام و ما في مشكلة يعني بالنسبة للقطاعات العسكري مثل ما ذكرتك المشكلة ستكون في مناطق الإيواء والنازحين احنا يجب أن نعرف أنه القطاعات لا تعيقها أي ظروف جوية وحتى تضاريز في حملية ترتقدم على ذكر القطاعات العسكرية هناك من له رأي عسكري ويقول أنه قوات مكافحة الأرهاب هي القوات المدربة والمؤهلة الوحيدة لخوض معارك العصابات في المناطق والمدن وما بين المباني وبقية القطاعات العسكرية والتشكيلات المشاركة اليوم في القوات العراقية غير مدربة لخوض حرب الشوارع ما تعليقك على ذلك؟ بالعلم العسكري بالعلم العسكري يدرب العسكري على صفحات القتال اللي هي دفاع هجوم تقدم وانسحاب والقتالات الخاصة القتالات الخاصة تشمل سياقات العمل في المناطق المبنية والصحراء والغابات فالقطاعات مدربة لكن قوات مكافحة الارهاب هي تخصص في هذا المجال يعني هناك تقنيات تستخدمها هذه القطاعات في في عملياتها الخاصة وبعدين هي تكون عندها درجة مناورة جدا عالية وهي لها عملية الحمل انذارها سريع معسكراتها ثابتة وموزعة في مناطق البلاد ويقدر يحرك من اين مكان هذه القطاعات قطاعات الحسكرية هي قطاعات تقليدية مبنية على الاوامر وسياقات العمل الثابتة وهذه كلها تتدرب عليها القطاعات وقت السليم حتى تتجاوز الاخطاء في زمن الحال القطاعات كلها مدربة على المناطق القطاعات الخاصة ومن ضمنها القطاع في المناطق المبنية لكن جهاز مكافحة الارهاب الى تدريب راقي في هذا المجال باعتبار هو قوات النخبة ومهمته ومكافحة الارهاب هل ستحرر الموصل بالقريب العاجل عامل الوقت هنا واستمرار امد المعركة يعمل بصالح القوات الاراقية بجانب العدو تنظيم داعش الارهابي قبل بدء عملية تحرير الموصل كان داعش والماكنة الاعلامية يروج انه اذا ما فكرت القوات العراقية بتحرير الموصل فان المعركة ستستمر من سنة الى سنتين ولن يكون الاقتحام بهذا الشكل اليسير وانهارت جميع هذه الاساطير التي ذكرها داعش اليوم خصوصا على الساحل الايسر لكن تعتقد انه المعركة ربما ستستمر الى سنة تعتمد على الخطط التي تضعها هيئة الركن هنا خطط موضوعة لتوقيتات قصيرة الامل وهنا خطط موضوعة لتوقيتات منتوسط الامل وهذا ما كان الامل طويل ما اعتقد الامل طويل في صالح العراقيين يعمل في رأي الوقت وقتنا لا وقت الانتخابات الامريكية ولا وقت التحالفات الدولية الوقت وقتنا الارض ارضنا والخطط خططنا والموارد عندنا فنحن نتحكم بالتوقيت وكلما كنا بطئين ومتأنين في رأي الخاص في العمليات كنا نحق انتصار رصين لا يجرنا بالتالي الى حواقم لا يعني الى الاتجاة لا تحمد أقبال لأنه قد يكون التقدم سريع لكن إذا ما أمنت أمن القطعات الموجودة بالخلف قد يترك السلاح أمام قطعاتنا وتعبر قطعاتنا قد يرجع يرفع نلخف على قطعاتنا سيادة أي مرحلة أصعب التقدم وكسب الأرض وإيجاد موطة قدم عملية تأمين ظهر القطعات الأمنية والمناطق المحررة بالسابق هي كلها مهمة نعم وهي حلقة مترابطة وحدة بعد الأخرى أنا ما أقدر أحقق موطة قدم وأستثمر الفوز ويطلع للأمام إذا ما كان عندي قاعدة أمينة والقاعدة الأمينة يجب أن تؤمن تأمين كامل لأنه أي خلق بالقاعدة الأمينة يربط القطعات المتقدمة وعليه هي حلقة متسلسلة أمن القطعات مهمة جدا صعبة للقاعد لأنه عند قطعات ستتقدم الأمام عند قطعات ستبقى في مناطق الاجتماع عند قطعات موجودة في مناطق التموين والإدامة ذهاب وعودة القطعات في نقل وإخلاء هذه كلها يجد الأمن فإذا ما تأمن المنطقة بكلها ما تقدر هذه القطعات تعمل بحرية وعليه في رأيي أنه ما نروح لنستعجيل في العمليات خل نبطئ لكن نأمن وجود قطعاتنا ورسم الخطط بتروي وأمان لأنه عندما تنفتح النار على أي قطعة راح يتعجل عنده وقت أن ينفتح وأن يستطلع وأن يحدد مصدر النيران ويقدر موقف بسيط وسريع لمعالجة هابي 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 يستغلق رن الوقت يستغلق يأخر القطعات للبراد إذن منتظرة على مدحة تطلع للأمام وبنفس الوقت إذا عالج وطلع حول الأمام لازم يأمن المساحة اللي راح تفوت بغاية القطعات عليه لا نستعجل والبطئ هو لصالح القطعات وليس لي نحن نبدأ نعاني من مشكلة بهذا الجانب تأمين ظهر القوات المتقدمة المشكلة أنه بأنفاق داعش الموجودة اللي يسللون بها من أينما كانوا يخرجون يشاغلون قواتنا المهاجمة ومن بعد ذلك ينسحبون أيضا من خلال هذه الأنفاق الاستطلاع الألكتروني نعم كشف عدد كبير من هذه الأنفاق وقوات العسكرية عالجتها بالجهد الهندسي وتعرف الاستطلاع الألكتروني هو يجهز القطعات بهذه المعلومات نعم لحد الآن أتفقيق أكو أنفاق موجودة بس بعد ما وصلت إلى عملية التدمير والهدي بس كلها مسجلة ضمن أهداف موجودة نعم ما مدى خطورة وجود شبكة أنفاق خصوصا بالجانب العيمن من الموصل إذا ما تمت عمليات كبرى للتحرير وبدأ داعش بالانكسار كيف ممكن أنه نأمن أنه داعش ما يخرج على المدنيين اللي يتخذهم كدرع بشرية من أحد الأنفاق وينفذ عملية أرهابية أو يخرج على قواتنا العسكرية المتقدمة ويلتفع لهم وهذا احتمال وارد يعني احتمال وارد الكل القادر ما يأخذين هذا العمل بالحسبان واحتمال وارد أنه يطلع من أي اتجاه وهم وصلوا إلى مرحلة أنه يعني يا أبقى يا أدمر وعليه من أدمر لازم أدمر أكثر عدد ممكن معايا وعليه هنانا دائما إحنا ليش نأكد على أمن القطاعات أمن القطاعات من تكون مؤمنة القطاعات رح تتجاوز هواية من هذين الفعاليات اللي قد يقومون بها اتجاه قطاعاتنا لأنه رح تنكشف وتمعالجتها سريعا يعني هذا مستقبلا أنا أعتقد هناك يعاد أو في طورة إعداد خطة لعملية إعادة إعمار و يعني شوانه الردم هاي الأنفاق المستقبل يعني هي كلها مسجلة بالاستطلاع على قدير سيد خلي خلوها إننا قواتنا تقوم تأمن الموصب من خلال هاي الأنفاق لأن اليوم أيضا استقام الأنفاق خطر جدا ولو هو تستخدم بالحرب التقليدية استخدمت بالحرب العالمية الثانية وبالحرب العالمية الأولى إنه شون أنت تعبر قطعات باتجاه آخر أو تبقى كامنة في مقاماتها وبعدين تظهر واستخدمت أيضا في الحرب البيتنامية والحرب الكورية أيضا وإحنا عدنا مهمة المحافظة على أمن واستقرار المصر ما بعد التحرير أيضا مهمة ليست باليأسير طبعا طبعا لازم الجهود كلها تتنصب بالأولوية الأساسية هي تنفيذ مهمة وواجب قيادة عمليات قادمة للقضاء على داعش ومن ثم الخطط موجودة لعمية إصلاح لأنه إصلاح البناء إصلاح الجسر إصلاح المدرسة إصلاح المعمل جدا بسيط بس إصلاح الإنسان يحتاج له إلى خطط لعملية الارتقاء بينا شكرا لك ضيف العزيز اللي وعرضت من تقاعد خالد البياتي في المركز النهري للدراسات الستراتيجية أحبتي متواصلين معكم وجزء الثاني من تغطيتنا هذا اليوم لكن بعد هذا الفاصل رحب بيكم بالجزء الثاني من تغطيتنا لهذا اليوم عزيزنا المشاهدين والذي رح يرافقني بها الضيفنا العزيز بالستوديو والأكاديمية الدكتور مهند الزبيدي أهلا مرحبا بك دكتور دكتور انتهينا بالجزء الأول من طرح مواضيع وصلنا بها إلى توقيتات معركة الموصل وذا ما طال عمد المعركة وحسار الطوق الأمني المفروض على الموصل هل من الممكن أن تتحول معركة تحرير نينا أو الموصل تحديدا إلى معركة استنزاف يعني التكتيك الذي تبعه تنظيم داعش في معركة الموصل واقعا يقرأ من أنه حرب استنزاف يريد أن يستنزف قوات النخبة العراقية في معارك وبالتالي يكون عاملين مؤثرين على قواتنا العسكرية العام الأول هو عامل لجهاد باعتبار أن المقاتلين لفترات زمنية طويلة تجهد المقاتل في هذا الموضوع والعام الأخر الذي يراهن عليه تنظيم داعش الرهابي من أن هناك بعض الدول الأقليمية التي يستطيع السماع لأصوات إعلامية غير صحيحة وبالتالي وصولها معلومات مخطوة عن ارتكاب مجازر أو حقوق إنسان أو ما شابه ذلك وبالتالي هذه المعركة تريد تنظيم داعش رهاب بعض الدول القيمة جر المعركة في الموصل إلى دكتور بالنسبة للعامل الأول الجهد والتعاب وقلة الإمدادات مثل ما هي النقطة علينا هي على تنظيم داعش أيضا المقاتلي سيجهدون موارد التنظيم تكون مدافع وفرق بأنك تكون أنت مهاجم المهاجم يكون إجهاده يعني على الجند العسكري المهاجم يكون بوضع أصعب من أن يكون بوضع المقاتل المدافع لذلك يلجأ هذا التنظيم الهرابي إلى جر قواتنا مسلحة إلى حرب في هذا الموضوع تأخذ هذه المديات مديات صعبة جدا كذلك بالنسبة للوقات الزمنية نعرف أن هناك الكثير منظمات الدولية كمنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق إنسان كل هذه المنظمات هي منظمات نعرف أنها مؤدلجة ومدعومة من بعض الدول الخليجية بالتالي يعني تعطيك رسائل خاطئة لكل دول العالم بالتالي تكون وجهة نظر إعلامية لا نريد أن ندخل في عامل التوقيتات الزمنية المؤخرة في هذا الموضوع بالتالي نحتاج إلى أطراف ونحتاج إلى الأمور تستصعب على الحكومة العراقية وتكون قواتنا المسلحة تحت الضغط الإعلام وتحت الضغط الزمن وبالتالي نذهب إلى اتجاهات لا نعتقد نحب أن نذهب بالتجاهات الحديث عن الإعلام ما هو التكتيك الإعلامي الذي يتبعه داعش خصوصا فيما يقتص بعمليات قادمة يعني يعني تنظيم داعش الرهابي تكتيك الإعلامي دائما متبع يتكون من سبع أشخاص أبعدوا منهم اثنين بقوا خمس أشخاص بقيادة إعلامي كانوا مقيم في لندن اسمه نيرو سرايفا هذا الشخص يعني بعد استدراجه من خلال منظومات التواصل الاجتماعي استطاع أن يتواصل معهم ونيأتي إلى مدينة الرقة السورية ومن ثم استقر في مدينة الموصل العراقية هذا الفريق الإعلامي هو حقيقة على مستوى عالي من الجهات يعني الكاميرات والإخراج والمونتاج وكل هذه الأمور المتطورة كذلك يستخدمون سياسة هوليوت باعتبار أنه يعني يظهر حقيقة غير موجودة إذا ما كانت هناك انتهاكات غير صحيحة يعمل على مونتاج هذه الأشياء وقد ظهرت يعني كثير من المقاطع الفيديو والأفلام في سوريا حصرا وفي العراق يذكر لبعض الأشياء ضد قواتنا المسلحة هذا الفريق وبعض الانتصارات البسيطة التي تحدث أو يأخذها تنظيم داعش رهابي ممكن في مدرسة أو في بيت أو كذا يصور هذه الأمور على أنه انتصار وقوة وقوة مغلظة بالتالي هذه القوة المغلظة تساعد على تنمية الروح المعنوية للمقاتل لدى تنظيم داعش رهابي لذلك نحذر من عملية عدم مواجهة تنظيم داعش رهابي إعلاميا لأنها مسألة خطيرة جدا ويجب أن تكون لدينا الكثير من المسال التي تستطيع من خلالها الوصول إلى مستوى ممكن نصر رسالة للعالم بالإعلام أن هناك المعركة نظيفة جدا لحد الآن حقيقة معركة الموصل لم نرى بها شائبة ونتمنى أن تستمر على هذا المنوال طيب دكتور فنتحدث عن ما حدث للفرقة التاسعة في مستشفى السلام حذرنا سابقا أن الفرق المدرع لا تمتلك القدرة على حرب الشوارع حرب الشوارع يعرف كل من عمل بالجيش أن هناك حرب الشوارع لديها قوات خاصة هذه القوات الخاصة حقيقة قبل 2003 لم نمتلك إلا بعض القوات الخاصة أعتقد كان لواء 26 بالجيش العراقي كان هو معد لعملية حرب الشوارع بعد 2003 بما أن الحروب هذه تسمى بحروب الجيل الرابع حروب الجيل الرابع يعني أنه الحروب لا تكون على أساس قوات تقليدية ومعركة بمواجهات مدرعة وخصص طيران اليوم المعركة هي معركة من دار إلى دار ومن زقاق إلى زقاق بالتالي هذه المعركة يجب أن تكون مقاتل من نوعية خاصة يفهم معنى عملية حرب الشوارع التهديف العسكري يكون هذا تهديف نقطي وليس منطقة يعني الأسلحة الثقيلة تستهدم أهداف منطقة مدفعية أو قذائف الهوان تأخذ هدف منطقة اليوم نحن نتكلم عن معركة الموصل باعتبار أنه هناك قناصين وكثير من أفراد نظيم داعش رابي متمدرس في داخل أحياة سكنية أن يكون هناك المقاتل يستخدم أهداف نقطي أهداف النقطي لا تكون إلا على شكل أسلحة خفيفة يمتلك هذا المقاتل لذلك نحتاج إلى نوعية خاصة من هذه المقاتلين ما حدث في مستشفى السلام أنه دخلت الفرقة التاسعة وهي فرق مدرعة والجنود الموجودين بفرقة التاسعة يعني بعضهم مشات وأكثر من عدهم الجندي لكونصين فدرة العملية يعني الروح المعنوية والاندفاع الزايد دخلوا باتجاه مستشفى السلام ومثم بدأ تنظيم داعش رابي كأنما استدرجهم لنقطة معينة وبدأ بمهاجمتهم من خلال سيارات مفخخة وأحزم ناسفه وعبوات ناسفة بالتالي يعني نعتقد كان المفروض أنه تستخدم يعني في هذه المعركة معركة رئيس الرمح من خلال شرطة اتحادية أو لواء من رد السريع يكون رئيس الرمح في عملية الاقتحام وتكون الفرق المدرعة هي قوات خلفية مساندة لهذه القوات المهاجمة بالتالي يعني لا نستطيع الخروج يعني من هذا المغزق إلا بقوات مرنة على الحركة هذا قوات المرونة لا تنتركها الفرقة التاسعة باعتبارها الفرقة المدرعة والفرقة المدرعة عملية حركتها كما تعرف تكون صعبة جدا ليس كمان موجود في حرب الشوارع حتى في حرب الشوارع يعني الجندي يكون على مستوى عالم الذكاء من عملية الاقتحام والدخول إلى البيوت والدخول لمستشفى التي قد تكون مفخخة وبالتالي تكون كما يسمي يعني بعض الأفراد من هناك مصادر مغفلين وأنا أعتقد يعني ما حذرنا منه قد وقع ولكن أعتقد أن هناك تصحيح في خطط الجيش العراقي بما لا يدع أنه ننزلق في هذه المنزلقات مرة تتبدنا خسائر كثيرة بالتالي في مستشفى السلام تعتقد زيارة الدكتور حيدر العبادي القائد العام للقوات المسلح رئيس مجلس الوزراء إلى أن الخطط بحاج إلى عدد نظر هذا الرأي جاء بسبب ما حدث للفرقة التاسعة في مستشفى السلام يعني نقطة تحسب لدولة رئيس الوزراء منه متواجد في الخطوط الأمامية المعركة يعني هذه ليست المرة الأولى وإنما في معركة الفلوجة وفي معركة تكريد تواجد الدكتور حيدر العبادي في الخطوط الأمامية للمعارك نقطة تحسب لهم العملية تواجده المستمر في الخطوط الأمامية والاطلاع ميدانيا بعيدا عن التوصيلات التي قد تكون في بعضها يعني غير منطبقة مع الحقيقة مئة من مئة فالمشاهدة بالعين المجردة هي أفضل من أن تكون عملية تقييم لما هو موجود نعتقد أن هناك يعني بالعلم العسكري لا تتطابق ما تضعه من خطة على الورق تتطابق مع عامل الوجود على أرض المعركة نعرف أن الأرض في المعركة تأتي لك بكثير الذي لم تكن تحسب له حساب بالتالي هذا العنصر يعني يغير بالخطة شيء ما أو يضيف أو يقلل من الجهد العسكري الموجود في هذه المناطق نعتقد أنه الخطة الذي وضعت خطة مرنة ولكن الخطة يعني سبب عدم تطبيقها للتوقيتات الزمنية أنه باقي المحاور لم تتقدم لكي يكون عملية إطباق على تنظيم داعش رهابي اليوم تنظيم داعش رهابي يمتلك المساحة الكبيرة في عملية الحركة باعتبار عملية التقدم الأكبر كانتها من قبل جهاز مكافحة الرهاب ولكن المحور الشمال والجنوب والشرقي لم يأخذ عملية الأطباق ومحاصرة تنظيم داعش رهابي في مناطق ضيقة وبالتالي يكون عندها خيارات صعبة في عملية الهروب أو مواجهة قوات أو مصادر نيران تكون متنوعة وليس من نوع واحد هذا الموضوع لحدنا لم يتحقق في المعركة بالمصر بالتالي هذا القوات امتلكت يعني تنظيم داعش رهابي عفوا امتلك مساحات للحركة وامتلك مساحات لكي يناور من خلال أنفاق تكتيكية أو من خلال فتحات موجودة في داخل المنازل ينتقل من خلال من منطقة إلى منطقة أو من الزقاق أو من شارع إلى آخر ماذا عن المحور الشمالي؟ يعني المحور الشمالي لحدنا خصوصا محور قوات البشمرق يعني في اليومين الأولين فقط كان هناك عملية تقدم وسير باتجاه صحيح جدا وكننا نتفاعل خيرا من قوات البشمرق باعتبار أيضا هي قوات مدربة بالجبال وتعرف عمليات القنص ولديهم مهارة عالية جدا في حتى حرب الشوارع نجد أنه يعني قوات البشمرق لم تتقدم يعني منذ معركة المنصر في اليومين الأولين فقط ولحد الآن لم نشاهد أي عملية تمحور أو تقدم باتجاه مدينة المنصر والضغط على تنظيم داعش رهابي لكي ينزل ويقلل الضغط من الساحل اليسر ونذهب باتجاه الساحل الأيمن وتكون عملية أرباك كبيرة جدا لتنظيم داعش رهابي تأخر المحور الشمالي بشكل كبير جدا ونعتقد أنه حتى زيارة وزير الدفاع الأمريكي الأخيرة أشتون كارتر ذهب إلى أقليم كردسان لكي يتناقش مع قادة قوات البشمرق على هذا الموضوع وكيفية يعني قوات البشمرق هل هي مهية للدخول لمدينة المنصر أم غير مهية ونعتقد أنه يعني حتى القوات الأمريكية يعني إذا وجدت صعوبة في المحور الشمالي قوات البشمرق توقعاتنا الشخصية ستكون هناك خيارات للقوات الأمريكية من خلال حتى لو سدعت الضرورة بإدخال قوات برية مقاتلة تكون على شكل حرب شوارع مدربة بشكل يعني جيد جدا ونستطيع أن نحسن بهذا الموضوع إلا لحد الآن الحكومة العراقية لم تطلب من القوات الأمريكية عملية التدخل في معركة الموصل فقط القصف الجوي ونعتقد أنه إذا كانت يعني هذا المحور قوات البشمرق غير قادرة عليه نحتاج الكثير من القوات العراقية نستطيع المناورة بها وأخذ هذا المحور ولكن هذا عملية تغيير القوات في أي معركة تحتاج إلى فترة طويلة زمن يعني من الزمن وبالتالي تكون عملية يعني صعوبة تكتيكية في عملية الدعم اللوجيستي لهذه المحور المحور الشمالي حقيقة يؤشر أنه محور أضعف المحاور الموجودة في معركة الموصل للجبن وعاد النظر من قبل قادة العام لقوات المسلحة وقياداتنا المسلحة في قيادة عاملت المشتركة وهي قوات يعني قادة على مستوى محترف جدا وبالتأكيد يعني هذا الخلل هم مشخصينه بالتالي نحتاج إلى عملية إعادة النظر في هذا المحور محور آخر أيضا فيه تلك وهو المحور الجنوبي للساحة للأيمن ما سبب عدم تقدم قواتنا الأمنية حتى الآن في هذا المحور خصوصا أنه هو محور مهم يحتوي على معسكر الغزلاني ومطار الموصل يعني هذا المحور أخذته الشرطة الاتحادية من بداية معركة الموصل الشرطة الاتحادية تمتلك تكتيكين التكتيك الأول أنه لديها يعني بعض الألوان مدربة على حرب الشوارع وصف المشات والمحور الآخر لديها ألوية مدرعة بالتالي الشرطة الاتحادية تحاول الوصول اليوم إلى معسكر الغزلاني باعتبار أنه يعني هذا المعسكر قد أخذ محور آخر لأنه تبحث هذه القوات عن مناطق تكون مفتوحة بقوات مدرعة تتمكن من خلالها الذهاب باتجاه مساحات مفتوحة والوصول بقواتنا إلى مجاور للنهر وحاصر تنظيم داعش الارهابي في هذا المحور نعم سنستكمل معك الحوار لكن أعزائنا نذهب إلى فاصل قصير وراجع لكم لنستكمل معكم الحوار ورحبت المشاهدين ومع ضيفي في الجزء الثاني من تغطيتنا لهذا اليوم الدكتور مهند الزبيدي دكتور مهند هناك من يقول أن داعش لديه إمكانية بتصنيع بعض الأسلحة البسيطة ما مدع صحة ذلك في رأيك يعني بعض الأسلحة التي يعني تنظيم داعش رهابي تعرف أنه اعتمد فيه حتى صناعة الأبوات الناصفة والأحزمة الناصفة يعني لا تحتاج لذاك الجهد الهندسي الكبير في عملية الاستخدامات العسكرية تنظيم داعش رهابي نعرف أنه الكثير من القيادات السابقة من نظام البائد وبعض الخبراء المكان موجودين في التصنيع العسكري العراقي قد التحقوا بهذا التنظيم رهابي بالتالي هذه الخبرات هي أصلا موجودة يعني منتشرة بالعراق بشكل غريب عجيب ولكنه ما يتساءل هنا المشاهد في هذا الموضوع في عمية الصناعة كيف سطح تنظيم داعش رهابي من عمية الحصول على أطنان من مادة السيفور ومادة المواد الأخرى المتفجرة في عملية صناعة للعبوات الناس فهنا نطرح تسؤال باعتبار أنه هناك هذه يعني الديناميت والمادة السيفور كلها يعني مواد محرمة دوليا بالتالي عمية متاجرة بيها حتى موجودة في السوق السوداء المتاجرة بيها محرمة دوليا ولا تخضع لموافقات دولية في عمية استيرادها ومعرفة مصادر استخدامها كيف سطح هذا التنظيم من حصول على ألاف الأطنان من مادة السيفور والديناميت وبالتالي استخدامها في تصنيع بعض قنابل الرهاون أو تصنيع أبوات ناسفة وأحزمة أو ما شابه ذلك هناك تساؤلات كثيرة يعني بالتأكيد نجد أنه وراء تنظيم داعش الرهابي دول وراء تنظيم داعش الرهابي مصالح دولية وراء تنظيم داعش الرهابي مخابرات إقليمي هذه المخابرات تستطيع الوصول إلى تنظيم داعش الرهابي والتالي إمدادها بهذه المواد وهنا ما يثير علامات الاستفهام أي الدول التي تحتضن هذا التنظيم وتمده وما هي أهدافها وماذا تريد من منطقة جعلت المنطقة الشرق وسط منطقة مشتعلة بتنظيم الرهابي لم يكن أحد يتوقع أن هذا التنظيم من المناطق في العراق وسوريا وأكثر من 30 دولة سؤال يحتاج لكثير من أجوبة نعتقد أن هناك يعني الكثير من مخابرات عالمية ومخابرات إقليمية استطاعت توظيف هذا التنظيم لأهداف سياسية وستراتيجية تظهر بعد فترة قصيرة إن شاء الله جميع المراقبين يتفقون على أن معركة الموصل قد وحدت الكتل السياسية وكانت هناك تخوفات بعد عملية التحرير يعني الموصل جماعتنا وحدتنا فإذا ما انتهت العمليات العسكرية ستعود الخلافات ما بين الكتل السياسية لكن يبدو أن هذه الخلافات قد بدأت مبكرا معركة الموصل مستمرة وربما وحدة الصف بدأ فيها بعض الخلاف كيف ترى ذلك وهذا مؤشر خطير على مرحلة ما بعد التحرير يعني نعرف نحن أنه الانتخابات هي على الأبواب ومعركة تحرير الموصل كان المفروض من الكتل السياسيين تتوحد في معركة تحرير الموصل بالتالي نذهب إلى طاولة حوار هذه الطاولة تضع عليها كل الأوراق ولكل طرف عليها أن يعرف ما له وما أنه ما له يجب أن يكون هناك عليه حقوق في المقابل نعتقد أنه عملية العملية السياسية الآن لا تمثل كل أطراف السياسية العراقية باعتبار أنه العراق آخر انتخابات قد حدثت له قبل تنظيم داعش رهاب ومزاج الناخ بالعراق اليوم قد تغير بشكل كبير جدا لذلك نعتقد أنه يجب أن تكون هناك انتخابات ومن ثم تظهر هذه الكتل مدى قوتها في حصولها على أصوات وأهلها للتفاوض عن هذا الطرف أو ذاك لذلك نعتقد على يعني الكتل السياسية أن تتفق على أنه كل الأمور تجمد إلى ما بعد انتخابات بعض الانتخابات من يمثل الشارع هو الذي يتفاوض عن الطرف الذي يعنيه اليوم لا أعتقد يعني كل الأطراف العراقية سواء التحافي الوطني أو التحاد القوى أو حتى التحافي الكردستاني لو أجرت يوم الانتخابات ستتغير الكثير من الخارطة السياسية بالتالي يجب أن نتجه إلى اتجاهات أنه تكون هذه الكتل السياسية نعرف حجمها الحقيقي يعني الكثير من الكتل أعتقد أنه ستتغير حجمها السياسي بالتالي يجب أن لا تعطى حجم أكبر مما هو حجم عليه الآن اليوم تسابق سياسي للوصول إلى مزاج الناخب ولركب صهوة النصر باعتبار كما تعرف القاعدة تقول أنه للنصر آباء كثير ولكن هزيمة يتيمة نعم لكن يبدو أنه اليوم الكتل السياسية وفي البيت الواحد نجد أنه هناك توتر وليس الفرقاء السياسيين فيما بينهم أيضا حزب الدعوة يتوعد السيد مقتدى الصدر من خلال تغريدة على تويتر يحيي موقف العشائر ومن ساهم برفض وجود المالكي في البصرة وفي الناصرية أيضا كيف تقرأ هذه التوترات داخل البيت الواحد يعني التوترات موجودة في كل الأطراف أسطنان عزيز موجودة في التحافي كل دستان أيضا سباق محموم وخطير جدا ما بين اتحاد الوطني وكتلة التغيير من جهة وجماعات الإسلامية ومن بين حزب الديمقراطي لم يبدأ هذا السباق مبكرا انتخابات بعد الحسن السنة يعني يعني اليوم الحزب الديمقراطي والانتخابات بدأت حتى في الموازنة الاتحادية تقرأت واضحت عليها الجنبة السياسية في كل الأطراف نعتقد اليوم أنه يعني الأحداث الأخيرة في مدينة البصرة توشر مؤشر خطير باعتبار أن مدينة البصرة هي أخطر مدينة عراقية كما يقول المثل أنه سلة العراق التي تأتي له بكل موازنته وبكل اقتصاده تأتي من محافظة البصرة لذلك لزاما على كل الأطراف السياسية يجب أن يشرع قانون أن تكون محافظة البصرة هي محافظة من زوعة السلاح وبعيدة عن كل الجدالات السياسية نلجأ إلى صندوق الانتخابات وبالتالي صندوق الانتخابات هو من يعكم نعتقد أن هناك صعوبة من جانب التيار الصدري في عملية اصدار تصريحات خطيرة جدا وكذلك من حزب الدعوة التصريحات لم تكن على عامل تهدي وإنما كانت عامل الانفعال والتعصو في هذا الموضوع وبالتالي لا أعتقد أن هذا الصراع يخدم كل تحارف وطنة أو حتى جمهوره وبالتالي مدينة البصرة مدينة خطيرة جدا قريبة من الخليج وقريبة من الكويت وقريبة من إيران ونعرف أن مدينة البصرة لهذه خطط سياسية وخطط الاقتصادية تريد الكثير من الدول الأقليمية التأثير على هذا الجانب لذلك على السياسيين أن يحتكموا وأن يأخذوا محور آخر وأن يركبوا إلى جناح التهدي وترك الموضوع إلى صندوق الانتخابات ومن يحكم بين الكتل السياسي اللي ما لها ولا ما عليها وبالتالي نأخذ بهذا المحاور أن نحتكم إلى العقل السياسي وليس إلى السلاح هذا التوتر ما بين الأحزاب السياسية هل من الممكن أن ينتقل للقاعدة الجماهيرية لكل حزب من الحزبين؟ بالتأكيد وما حدث هو هذا الذي ذكرته أنت يعني التوتر السياسي نعرف أنه ما بين التالي الصدر كزعامة السيد مختدى الصدر وما بين السيد المالكي رئيس التلاف دوت القانو ورئيس حزب الدعوة يعني ليس وليد الصدفة يعني من بعد الانتخابات الأخيرة كان هناك الكثير من التجاذبات السياسية والكثير من الاحتكاكات السياسية ما بين هذه الأطراف لذلك نعتقد أنه يجب أن يلجأ إلى عامل الحوار ويجب أن يكون التحالف الوطني ورقة ضاغطة باعتبار أنه يجب أن تكون هناك التحالف الوطني يمثل كل هذه الأطراف اليوم نجد أن التحالف الوطني ليس لديه أي موقف في عملية التواصل وتهديئة الأطراف أو زيارة أو عملية سياسية لم تأتي بهذا الأخبار وإنما تركت هذه الأطراف نعتقد أنه بعض الأطراف السياسية في التحالف الوطني تريد هذا النزاع السياسي باعتبار أنه سيصب مصالحة انتخابيا وبالتالي تؤثر في العملية السياسية وبالتالي نعتقد على التحالف الوطني أن يفهم معنى اللعبة السياسية ولا يرتجب إلى حرب الشوارع وبالتالي تكون دماء هذه الدماء سيتفحها ابن الفقير فقط أدن برأيك من الممكن أن تتحول ربما إلى حرب الشوارع يعني الاحتكاقات التي استمرت بهذه التصريحات وإذا استمرت من هذه الدفع والتمحور السياسي والاحتقان السياسي وقد نلجأ بالأيام القادمة إلى محاكمات ونعرف أن كل هذه الذين تظاهروا أيضا هم من تميل العشار ولا أمور أخرى وبالتالي حتى هذه الأمور تضغط بتجاهها ومدينة البصرة هي أصلا الوضع الأمني بها غير مستقل نعرف أن الكثير من عمليات الخطف والقتل وحرب ما بين بعض العشار على مسال بسيطة جدا لذلك نتمنى أن تذهب من مدن كمدن البصرة والعمارة وذيقار إلى التهديئ السياسي وتذهب باتجاه انتحار سياسي تدفع ثمنه كثير جدا لذلك ندفع الثمن غاليا نريد من قادة الكتر السياسي أن تذهب باتجاه الحوار ومصارحة وأن يكون له ما له وعليه ما عليه وبالتالي يكون عامل تهدي ونتوقع من سماحة سيد مقتد الصدر كما عودنا من أنه دائما يأخذ الانسحابات بالتضحية السياسية ولا يأخذ هذه الأمور والدفع باتجاه تهدي هذا الموضوع وكذلك السيد نور المالكي نابرس الجمهورية نتمنى منه أن تكون التصريحات من قادة الحزب حزب الدعوة أن تنافي هذه الأشياء ولا تذهب باتجاه الصراع والتمحور ونعتقد أنه يجب أن تكون هناك أطراف تتدخل في هذا الموضوع وعدم السكوت على هذا الموضوع الموضوع خطير جدا ولدينا معركة والمعركة هذه حاسمة وتوقيتات الزمنية توقيتات صعبة واليوم العراق يمر بأزمة سياسية واقتصادية وعسكرية خانقة لا نريد أن نذهب باتجاه معارك جانبية تؤثر على كل الوضع العراق لكن يبدو أنه لحد الآن حزب الدعوة الإسلامية ماضي نحو التصعيد طيب كيف تفهم من حزب سياسي المفروض هو يكون على درجة من الوعي والثقافة والسياسي المفروض يكون جزء من نخبة المجتمع وحزب سياسي المفروض يكون جزء من الحكومة بالتالي هو يمثل الحكومة يمثل القانون ويحترم القانون وهو يمضي نحو التصعيد ويقول مثل ما عادكم عدنا من يسكوت أقول نفس الكلام اللي يخذه كيف لا يمكن أن تصل الأمور إلى هكذا مستوى وهكذا تصريح التصدر من حزب يمثل الدولة يعني تأسفنا لم يكن تصريح حزب وإنما تصريح أحد القادة في حزب الدعوة يعني بالأمس من أنه لدينا الرجال ونذهب بهذا الاتجاه تأسفنا من هذا التصريح باعتبار أنه كل أبناء الشعب العراق هم أبناء وطن واحد وحتى الناس الموجودين في هذا المناطق هم أبناء فيها وحده لا نريد أن نذهب باتجاه لدينا الكثير من الشهداء ولدينا الكثير من الجرحة ولدينا الكثير من أرامل ولدينا الكثير من الأيتام ويجب أن نذهب باتجاه مداوات جراحنا وليس باتجاه فتح جروح جديدة تؤذي الشعر العراقي يجب أن نذهب باتجاه التهدي السياسية والتنازل السياسي ونترك الصراع السياسي لصندوق الانتخابات ومن يحكم بالإطراف والقضايا يجب أن يأخذ مجرى في هذا الموضوع طيب اليوم بالبيت الشيعي يوجد توترات على المستوى الجماهيري الشعبي وعلى المستوى السياسي فيما يختص بالبيت السني والمحافظات السنية يوجد تخاوفات من عمليات ثائر ما بعد عملية تحرير الموصل من كانوا ينتمون لداعش ومن ضحايا داعش يحتمال يحدث تقاتل أيضا كثير من الاحتماليات السنية نتمنى أنه لا تحدث في أي بيت من البيوت العراقية أو في أي مكونات العراقية الأوضاع السياسية في كردستان أيضا غير مستقرة بالتالي بالمحصلة النهائية بالمستقبل القريب المنظور هل السلم المجتمعي في العراق مهدد؟ حقيقة وفي قراءاتنا السياسية نجد أن هناك حقيقة ورقة تهديد في هذا الموضوع قد بانت بوادر ونعتقد كلما قربت الانتخابات كلما هناك احتكاك السياسي سوف يكون أصعب في هذا المحور لذلك يجب أن تكون هذه الأطراف واعية لما يحدث ويجب أن تغلب مصلحة المجتمع على مصالحها الشخصية وعلى مصالح كتلة السياسية والابتعاد عن هذه المحاور نعرف أن الكثير حتى من الأطراف الموجودة في اتحاد القوة هناك اختلافات سياسية حادة جدا وهذا الكتلة بدأت تمحور منذ الآن حتى اتحاد القوة بدأ ينقسم إلى ثلاث كتلة أربحة والتمحور باتجاهات أخرى وكذلك في إقليم كردستان بدأ المواطل في كردستان يضغط اقتصاديا ويضغط من عملية التصريحات واليوم نجد أنها بسر وعد الواحدية ممنوعة من دخول مدينة أربية سبب تصريح إعلامي بسيط جدا قد جوبها بحركة سياسية وليس حركة بالمعنى الأصح كانت حركة انتقادية بالتالي نذهب إلى عملية تهديد للسنو المجتمعي لا نعتقد أنه العراق اليوم هو في مركب واحد تهديد أي طرف منه سيغلق الوطن جميعا يعني تأثير في كردستان سيؤثر على بغداد وسيؤثر على البصرة والتهديد في البصرة يؤثر على التهديد في الأنبار ويؤثر على التهديد في المنصر هل من الممكن أن يؤثر هذا التوتر السياسي على العمليات العسكرية في نيناء؟ لا أعتقد أن التوتر السياسي موجود في كل معارك الأنبار والفلوجة ومعاركة صلاح الدين ولكن القادة العسكريين بعيدين عن هذا التمح والسياسي ولا يوجد ما يعنيهم في هذا الحراك السياسي هم القادة محترفون يذهبون باتجاه احتراف المعركة ولا يهمهم في هذا الموضوع نعتقد يجب أن يدوروا ظهورهم لكل انتماء سياسي يذهب بإتجاه تمحور أو تأثير على معنوات حتى الجند العراقي نذهب بإتجاه معركة حاسمة نحرر أراضينا من ثم نجلس لتصحيح أخطاءنا علينا نترف كعملية سياسية هناك الكثير من الأخطاء وقشابها الكثير من الاختلافات السياسية لذلك يجب أن نذهب بهذا المحور ونجلس على طاولة حوارنا حين كل مشاكلنا طيب اليوم لدينا مشروع للتسوية مشروع تسوية اللي يقودها التحالف الوطني ومشروع التسوية اللي يسمى بالمواطنة اللي يقودها اليوم واللي عرضها الاتحاد القوى بالتالي ممكن أن تكون واحدة من هذه المشاريع هي حل التوتر السياسي والجماهيري اللي موجود اليوم في البصرة في كردستان في المحافظات التي كانت تحت سيطرة داعش يعني التسوية اليوم سميت بأسماء مهولة منها يوم قول أنه تسوية تاريخية التسوية التاريخية أستاذنا عزيز تذهب باتجاه أنه تكون التسوية لها معنى الخاص يعني لا تذهب باتجاه تسوية تاريخية لا أعتقد اليوم الأطراف العراقية كأطراف مجتمعية متحاربة في هذا الموضوع التسوية التاريخية قد حدث في اتفاق جد عام 1982 في لبنان باعتبار أنه كثير من أطراف قد تصارعت وقاتلت فيما بينها وبالتالي كانت هي حرب داخل المدن وحرب استنزاف ذاهبة بهذا الاتجاه اليوم كل أطراف لبنان السياسية وحزب الله هو أحد الأطراف المقاتلة ذهبت باتجاه انتخاب ميشيل عون وهو شخص مختلف سياسيا مع انتماءة حزب الله نجد على القادة السياسية عندما يكون تسوية يجب أن تكون هذه الأطراف يعني يجب أن تكون بعد عملية انتخابية لكي تأخذ تزكيتها وقوتها السياسية من صندوق الانتخابات الكثير من أطراف اليوم التي تفاوض بتسوية سياسية التي ليست لديها ثقل في داخل الشارع العراقي ونعتقد أن صندوق الانتخابات زو غير الكثير من هذه الكتل التسوية يجب أن تذهب باتجاه تعديل العملية السياسية من ألفها ويجب أن نذهب إلى تنازلات من كل أطراف لا يكون تنازل على جهة واحدة أو طرف واحد يجب أن تذهب باتجاه تنازلات من كل أطراف ويجب أن تكون هذه التنازلات أعتقد موجعة لذلك يتبعد كل السياسين عن هذا المحور ونعتقد أنه يجب أن تبدأ العملية السياسية بضخ دماء جديدة تكون عامل دافع وحركة شبابية تأخذ مجالاتها في العملية السياسية وبالتالي نذهب إلى مصالحة حقيقية ترتكز إلى عوامل قوية وتغييرات في القوانين وفي التشريعات ومن ثم نذهب إلى سلم مجتمعي يكون أمتن من تكون ورقة موقعة ما بين أطراف ونعتقد أن عملية التوقيع في هذه الأطراف قد هذه أعتقد مرة الرابعة أو الخامس عبارة عن مؤتمرات ويوقعون ويذهبون ولا ينفذ من هذه المصالحات سوى حبر على ورقة هل تعتقد أن التحالف الوطني سيمضي باتجاه حل حالة التوتر والأوضاع ما بين حزب الدعوة والتيار الصدري؟ يجب أن يأخذ التحالف الوطني يجب أن يأخذوا دورهم في هذا المفهوم ويذهبون باتجاه الحوار مع السيد المالك ومع سماعة السيد مقتد الصدر وقادتهم باعتبار تيار الصدري لو صدرت له تعليمات من قادته سيلتزم بكل ما يذكر من قادته لذلك يجب أن تذهب هذا المواضيع باتجاه التهدية ونذهب إلى صندوق انتخابات بعيدا عن احتكاكات السياسية وبعيدا عن المماحكات وبالتالي نذهب باتجاه حلول تكون أكثر رزانة وأكثر حلا نعتقد أن منطقة جنوبية منطقة خطرة جدا ومنطقة نعتقد الكثير بها من الاختلالات الاقتصادية والكثير من الفشل في عمليات التنمية وفي عمليات العمار بالتالي هذا الضغط الموجود وعامل بطالة تؤثر على الشاب العراقي ويجب أن يفهموا نفسية المواطن العراقي اليوم قد تغيرت ليس كما قبل عام 2012 بعد عملية 2014 عاما بعد دخول تنظيم داعش الإرهابي يجب أن يفهموا نفسية العراقية ومتغيرة مضغوطة صور الشهداء تمتلك كل شوارع مدننا والجرحة وضغط اقتصادي على المواطن بطالة ما حقا يجب أن تفهم القادة السياسية منه هذه العوامل تؤثر على المواطن العراق ولا يذهبون باتجاه الضغط على المواطن وهو أصلا مضغوط بالتالي هل تعتقد أن مخرجات صناديق الاقتراع ستحمل معها الكثير من التغييرات في المشهد السياسي العراقي يعني توقعاتنا الشخصية إذا خرج المواطن العراق لصندوق الانتخابات سيغير اليوم الجرح صعب جدا ليس كما كان سابقا من عملية تسويقات إعلامية وتسويقات حزبية وعملية الاستفادة من الموازنة في عملية البث وشراء الكثير من الرؤوس في العملية السياسية اليوم الموازنة خاوية لا تمتلك لحزاب تلك الموازنات القوية في عملية الصرف وليس هناك ما يوجد من درجات وظيفية وليس هناك ما يوجد من تجاذبات سياسية ممكن يستفيد من ذلك الطرف أو هذا لا أعتقد أن المواطن العراقي يجب أن يوعي الفكرة ويجب أن يفهم العملية السياسية جيدا ويجب أن لا ينتخبه من ثم يعاود لكي يندب حظه يجب أن ينتخب جيدا لكي لا يندب حظه في مرة أخرى ذكرت أنه إذا خرج المواطن العراقي للانتخاب فإنه سيغير أكو شك أنه احتمال الإقبال على الانتخابات سيكون ضعيف خصوصا في هذه الأجواء من التوترات والعمليات العسكرية يعني اليوم المواطن حسب ما نستقرأ من خلال صفحات التواصل والاجتماع ومن خلال اقترابنا من الشعر العراقي هناك يعني عزوف نفسي عن المشاركة في عملية الانتخابات وأن المواطن العراقي اليوم محبط في 2014 نفس الحالة يعني كانت نسبة المشاركة ضعيفة في 2014 كانت المشاركة أيضا نسبة ضعيفة ليس بتلك النسبة أعتقد 45 أو 44 كانت نسبة المشاركة وهي نسبة ضعيفة جدا على المواطن العراقي أن يخرج وأن يترك أحباطات لكي نغير ولكي نذهب باتجاه يعني كتل سياسية قادرة على عبور مفهوم الطائفة وكتل سياسية لم تجرب سابقا وقاعدة يعني أطلقتها المرجعية الدينية منه المجرب لا يجرب ويجب أن نذهب باتجاه تغيير واتجاه نتحمل قراراتنا السياسية لكي ننتخب بشكل جيد جدا وأن نخرج الانتخابات وأن نذهب باتجاه التغيير دكتور محمد الزبادي شكرا جزيلا لك ضيفي العزيزة على توجدك معنا اليوم بالبرنامج والشكر لكم أيضا أعزائينا المشاهدين ومتابعتكم تغييرتنا لهذا اليوم شكرا وعلى اللقاء اشتركوا في القناة